بسم الله الرحمن الرحيم نستأنف درسنا في الفصل الثامن التخطيط الاستراتيجي لنظوم المعلومات سوف نتكلم اليوم عن مراحل التخطيط الاستراتيجي طبعا تعتمد عملية التخطيط الاستراتيجي على صياغة استراتيجية المنظمة ككل إذن عملية التخطيط الاستراتيجي أو المراحل كلها تعتمد على الصياغة لإستراتيجية المنظمة ككل وليس استراتيجية على مستوى الأعمال استراتيجية على مستوى القطاع واستراتيجية على مستوى الوظائف وحدات العمل التابعة لها كما تشير استراتيجية إلى كل من رسالة أيضا استراتيجية تشمل رسالة وأهداف المنظمة والوسائل المستخدمة لبلوغها من حيث هناك مجموعة من السياسات والخطط إذن سوف نركز على مجموعة من السياسات والخطط مراحل التخطيط الاستراتيجية المرحلة الأولى أن مرحلة المسح البيئي ماذا نقصد بالمسح البيئي؟ بمعنى أنه نحلل البيئة الداخلية والذي تتمثل في نقاط القوة والضعف ونحلل البيئة الخارجية طبعا البيئة الداخلية كل ما هو داخل المنظمة من حيث كفاءة المنظمة قدرتها على التمييز ثم نحلل البيئة الخارجية طبعا البيئة الخارجية نركز على الفرص والتهديدات التي يمكن أن تواجهها المنظمة مستقبلا والتعرف على الموقف التنافسي الحصة التنافسية طبعا تتمثل المسح البيئي يقولنا في البيئة الخارجية هي جميع العاملة التي تحيط بالمنظمة التي تحيط بالمنظمة وتكون خارج المنظمة وتؤثر إما بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية صناعة القرار كما اتفقنا وليس اتخاذ القرار إنما صناعة القرار أما المسح البيئة أو تحليل البيئة أنا أفضل كلمة تحليل البيئة الداخلية تتمثل في العناصر الداخلة في المنظمة من حيث مصادر قوتها ونقاط ضعفها ثم مرحلة صياغة لأننا نتخلم عن مرحلة الصياغة الاستراتيجية وتشمل صياغة الاستراتيجية أربع مراحل مرحلة الصياغة صياغة الرسالة والرسالة أو المهمة هي الغاية أو السبب في وجود المنظمة الغاية أو السبب في وجود المنظمة والغرض الأساسي التي وجدت من أجله المنظمة أو نستطيع أن نقول ما هي الشركة الآن وماذا تريد أن تكون في المستقبل طبعا لابد من خلال الرسالة أن نعكس واقع يراه من العملاء العاملين المردين كل من استهدفتهم الرسالة وكل من استهدفتهم الرسالة والمنظمة طبعا أي منظمة ناجحة أو أي منظمة حتى لو كانت خير ناجحة يعني فعنده صياغة أي استراتيجية أو أي رسالة للمنظمة طبعا ننظم زي ما اتفقنا صياغة الاستراتيجية هي صياغة الرسالة رسالة المنظمة يجب أن تكون مكتوبة وبشكل أيش واضح طبعا الرؤية طبعا هي طموح أو آمال مستقبلية يعني نسميها الرؤية زي الرؤية في المناء يعني أنه ممكن تكون خيالية وتمتد اللي ممكن ثلاثين خمسين إلى مئة سنة تمتد إلى مئة سنة يعني هذا من باب الأيش التفاؤل يعني الله أعطينا العافية من يعيش مئة سنة والتي لا يمكن تحقيقها في ظل الموارد الحالية طبعا الرؤية هي المنظمة لأنه هناك نظام مؤسسي يعني ليست على أشخاص ولذلك يقول لك مئة سنة هنا فتظل الموارد الحالية يعني في ظل الموارد الحالية ويمكن أن نشطح في ظل الموارد يعني غير موجودة حاليا ولذلك دائما الرسالة أيضا مهم أن تكون داخلها متضمنة ماذا رؤية ليش المنظمة طبعا نحدد الأهداف بعدين بتحديد الأهداف تتمثل طبعا النتائج النهاية النشاط مخطط خلال فترة معينة حيث نحدد ماذا يجب إنجازه ومتى يمكن إنجازه ويجب أن يؤدي تحقيق الأهداف إلى تحقيق المشاة لرسالته طبعا لما نشطح نعمل أهداف ضمن الرسالة ضمن رسالة المنظمة ولما نعط الرسالة أيضا ضمن رؤية المنظمة تقييم الاستراتي واختيار أفضل استراتي طبعا هنا مرحلة المرحلة جيمة الثالثة تعرف الكون خطة شاملة تهتم بوضع وتطوير مجموعة من البداية الاستراتيجية تحدث من كيف تحقيق المنظمة كل من رسالتها هذا في مرحلة التقييم يعني نحن نقيم الاستراتيجية ونختار أفضل استراتيجية من خلال تحقيق المنظمة لرسالتها وأهدافها ومن خلال الميزة التنافسية التي تمتلكها معتمدة عن المتغيرات طبعا أكيد مرحلة التقييم الاستراتيجية واختار أفضل استراتيجية ننظر لعين الاعتبار للبيئة الداخلية والخارجية المنظمة ثم رابعا تطوير السياسات والسياسات هي اختيار أفضل استراتيجية نهاية المطاف لعملية التخطيط ماذا الاستراتيجي ولا بد من اختيار ووضع السياسات التي تصف القواعد الأساسية لتوجيه عملية صناعة القرارات في مختلف قطاعات المنظمة فالسياسات هي التوجهات العامة والقواعد الأساسية التي يتعين أن يأخذ بها العاملين قراراتهم وتصرفاتهم وتستخدم المنظمة السياسات من التأكد من العاملين ما لهم لديها يأخذون قراراتهم وتصرفتهم بشكل يعزز رسالة المنظمة وهدفها واستراتيجيتها معا ملاحظة أن أي تغيير في الاستراتيجية ينتبعوا تغيير أيضا سريع في السياسات طبعا مستوى المنظمة قلنا عندنا ثلاث مستويات هناك استراتيجية عامة للمنظمة بشكل عام رقم واحد رقم اثنين استراتيجيات الأعمال ثم استراتيجيات على مستوى الوظائف هناك تصنيفات أخرى في كتب أخرى يقول لك على مستوى المنظمة ثم القطاعات ثم الوظائف طبعا القطاعات هي الأعماء القطاع كذا قطاع الشؤون الماء قطاع التدريب قطاع الشؤون المارية قطاع الشؤون الموظفين أو المواردة البشرية تتشكل استراتيجية في المنظمة إلى ثلاث مستويات ماذا نقصد بالاستراتيجية العامة يا جماعة الاستراتيجية العامة هي استراتيجية كلية للمنظمة من حيث نموها وقيفة إدارة المنظمة لنشاطها لذا يجب على الإدارة توجيه السؤال للأشمل ما هو الشكل الذي ينبغي أن تكون عليهم مشاه في المستقبل بشكل عام طبعا حتى نضع بدائل استراتيجية البديلة والمسؤولية الأساسية بهذا المستوى هو التفكير في استخدام مقاطع القوة وضعف المنظمة ككل اتخاذ قرارات استراتيجية مثل مثلا يقول لك بعض الاستراتيجيات نسمى الاندماج استراتيجية المشروعات المشتركة هذه نوع من أنواع الاستراتيجيات لو أخدتم في مادة الاستراتيجية ستجلب تفصيل اسمه استراتيجيًا الاندماج أنه تنتمج شركة مع شركة أخرى إما يكونوا أحد الشركات الضعيفات أو يكونواrado عام 100 ضعيفين أو يكونوا 오ي 2 أقوية في عبل الاندماج طبعا أو فكرة استراتيجية أخرى أو تغيير نوع عن نشاط الرئيس وتتميز الاستراتيجية في هذا المسابع استراتيجية طويلة الأمد على مستوى المنظمة طبعا ومقابل فإن تنفيذها يستغرب وقتا طويلا الآن ننتقل إلى استراتيجية الأعمال مجموعة من النشاطات والقرارات التي تحدد المنتجات والخدمات التي تنتجها المنظمة تركز على نشاطات وأعمال والمنظمة طبعا تركز على وحدة العمل وبعض الأحياني شفت وزي ما قلت سابقا أنها اسمها استراتيجية القطاعات لأنه في كتب كثيرة تسمها استراتيجية القطاع حيث تعمل على تحسين المركز التنافسي أكيد من أما القرارات في هذا المستوى هو تحديد خط المنتجات تنمية السوق، التوزيع، التمويل، العمالة، التطوير، البحث زيادة هامشة الربح طبعا هذه كلها استراتيجيات أعمال أما استراتيجية الوظائف فيها جماعات نحن قلنا أي منظمة يوجد فيها خمس وظائف رئيسية وظيفة الانتاج والعمليات وظيفة التسويق والمبيعات وظيفة المواردة البشرية والمالية والمحاسبة والبحث والتطوير هذه الخمسة الوظائف طبعا هذه الوظائف يعني هذا الاستراتيج تركز على هذه الوظائف يعني تنزل وتشوف كل وظيفة على أحده كيف ممكن نزيد الانتاج والعمليات كيف نطور المواردة البشرية من خلال التدريب من خلال ماذا؟ توظيف الكوادر الممتازة كيف نطور الجانب المالي والمحاسبي كيف نطور عملية التسويق والمبيعات هذه على مستوى كل وظيفة وهكذا طبعا تخذ فترات يعني زمنية مختلفة هذه الاستراتيجيات والذي يهمنا طبعا في هذا الفصل شباب وركزوا عليه مهم جدا التخطيط الاستراتيجي للنظم لأن مدتنا ما هي نظم المعلومات الإدارة ويهمنا لماذا نخطط للنظم المعلومات ما أهمية التخطيط لماذا طبعا التخطيط بشكل عار سواء التخطيط عادي التخطيط استراتيجي تخطيط لنظم المعلومات الذي هو موضوعنا طبعا يلعب دورا مهما في المنظمة مهما في المنظمة إذ بحيث يتوافق مع ثقافة المنظمة لا بد أن يتكامل مع نصر التخطيط الاستراتيجي للأعماء يعني لازم هذا التخطيط النظم المعلومات لازم يكون هناك تخطيط ليتوافق مع الاستراتيجيات بشكل عامل المنظمة يتوافق مع استراتيجيات الأعمالي الذي سميناها اسم آخر استراتيجي القطاعات وأيضا يتوافق مع استراتيجيات الوبائف فهذه النظم طبعا في هناك نوعين من التخطيط استراتيجي للنظم المعلومات يسمى تخطيط رسمي لنظم المعلومات تخطيط استراتيجي نظم المعلومات الرسمي وتخطيط تزايد طبعا التزايد هو الشائع الذي يؤكد طبعا على المرونة ويعمل ويضمن تشكيل استراتيجيات ناشئة بجانب الاستراتيجية المخططة لذلك يلاحظ أن التخطيط التزايد هو أكثر فعالية لذلك لا جاء سؤال في الاختباء ركزوا على كلمة أنه التخطيط التزايد أو الطريقة التزايدية في التخطيط الاستراتيجي نظم المعلومات هي أكثر فعالية طبعا أي منظمات تحقق لنفسها عدة مزايا عندما تقوم بالتخطيط الاستراتيجي عن طريق استخدام تخطيط المعلومات والسيطرة والوصول المعلومات طريقة استراتيجية وعملية التحليل وعملية معرفة ما لدينا من بيانات ومعلومات حتى نستطيع أن نتخذ بموجبها قراء حتى يعني هذه النظمة تتيح لنا عملية أيش تحديد البدائل كما تمكننا أيضا من اختراق أسواق طبعا توصول إلى عالم أوسع هذا كله بالتخطيط للنظم فهم احتياج وتدقعات لايش الزبائن إلى آخر طبعا في الأخير هذا الجملة مهمة للصدرين هذه أن تطوير نظم وبناء نظم جيدة للمعلومات لها علاقة مباشرة بنمو وتطور لايش العمل ملمشها حيث أن الحاجة لإنتاج معلومات أصبح من الطلبات الأولية لأي منظمة والأساسية للبقاء والاستمرار كما أن الاستخدام طبعا الواسع للتكنولوجيا المعلومات ومنها شبكة الإنترنت وانتشارها على مستوى العالم زادة بشكل كبير من قيمة مصادر المعلومات التي تمتلكها المنظمات أو المنشآت وكل العبارتين صحيحة ما هو مفهوم استراتيجية النظمات؟ تعريف استراتيجية النظمة المعلومات على أنها الاستراتيجية التي تحدد النظمة التي تحتاجها المنظمة إذن هي استراتيجية تحدد احتياجات المنظمة وتحدد احتياجاتها أيضا من المعلومات هي خارطة الطريق التي تؤثر باتجاه النظمة العقلانية الإدارة الاستراتيجية خطة التنبيه بينما تمثل استراتيجية المعلومات الطريقة التي يمكن للتكنولوجيا أن تدعم بها استراتيجية النظم ولذلك معنا لو تذكروا أخذنا في الفصل الماضي في نظمة المعلومات رقم واحد نظرية النظم وركزنا عليها وشرحناها وقلنا من ماذا تكون وأهميتها الآن في استراتيجية مرتبطة بهذه النظرية وبما أن تكن لجميع المعلومات طبعا مش هي مشكلة التكنولوجيا من مزايا التكنولوجيا أنها تتغير سريعا فهذا يخلق تحدي للإدارة الإلكترونية أو للإدارة التكنولوجية لذا لا بد من متابعة هذه التغيرات والسيطرة عليها ما هو مفهوم الخطة الاستراتيجية نظر المعنى تعتبر الخطة الخطة الاستراتيجية جزءا من عدد من الخطة المتكالية تهدف في مجملات تطوير العمل والأداء بمحقق أهدافها وغاية المجال لذلك لا بد أن تقوم الإدارة بتبني تخطيط استراتيجي ماذا؟ رسمي لنظوم المعلومات ووفر خطة استراتيجية للمعلومات تنسجم مع الخطة الاستراتيجية العامة المشابه ما يترجم استراتيجياتها ويعمل على تحقيق أهدافها وغاياتها هناك تحديات تواجه هذا التخطيط لنظوم المعلومات من أبرز التحديات واحد ما مدى التناغم بين التخطيط استراتيجي لنظوم المعلومات والخطة الاستراتيجية المنظمة لأنه ببعض الأحيان نعمل إحنا خطة استراتيجية لنظوم المعلومات نجي نلاحظ أن ما بيش تناغم بين الخطة هذه النظم مع الخطة العامة المنظمة صعوبة أيضا بناء النظمة المعقدة في المؤسسات الكبيرة وطولة الفترة الزمنية اللازمة ننجازها مدى القدرة على إدامة نظمة المعلومات هذه الإدامة مهمة وشرحناها في الفصل الماضي مدى قدرتنا على إدامة نظمة المعلومات في تقديم الدعم المطلوب مدى التعاون بين مختصية النظم ومستخدمية النظم وهنا فجوة أخرى أو تحدي خطير وهذا بالفعل واجهناه من خلال أعمالنا أنه هناك بين مختصية النظم والمستخدم وتبظل هناك فجوة أنه يقول لك الخلل وهذه العبارة المهمة أنه الخلل دائما في اليوزر وليس الخلل يعني في المستخدم وليس في النظام القدرة على تقديم الفرص المتاحة من خلال اعتماد على نظم المعلومات الآن مراحلة التخطيط للنظم المعلومات طبعاً التخطيط للتخطيط يركز على التخطيط للاست ثمار في نظم طبعاً نظم ما تعتبر جانب استثماري مهم جداً لأي منظمة عندما تدخل أي نظام لديها في المنظمة فهي يدل على فهمها لعملها وأنه اليوم أصبح إجباري أو أصبح من الضروري أن أي من الضماء يكون لديها ارتباط بتكون وجهة المعلومات خاصة لما تحققه من السرعة في الإنجاز في الوقت في التكلفة في أيضا التكلفة في الوقت اللازم الإنجازاً مها في دقة المعلومات يعني كل شيء يعني مهمة كلش على ما يقوله صحابنا العراقين كلش لذلك لا بد أولا من التفكير الاستراتيجي والذي يشمل إجابة على التسر ما هو النطاق التخطيط السرعة المطلوب أين نحن الآن كيف نريد أن نكون كيف نصل إلى هدف المرشود طبعا الشكل التالي وانتم عارفين أنه يعجبنا الأشكاء يلخص مراحل التخطيط الاستراتيجي من تحليل البيئة الداخلية وتحليل البيئة الخارجية ثم تحديد الرسالة في نظم المعلومات تحديد أهداف نظم المعلومات وما ينظم المعلومات المطلوبة والأولويات وتقدير موارد نظم المعلومات والسياسات طبعا الرسمة أكيد عندكم مواضحة إن شاء الله في الملزمة تحليل البيئة الداخلية والخارجية تكلمنا عنه لكن الآن كيف تكلمنا عنه أن نركز في البيئة الداخلية على نقاط القوى الضعف وفي البيئة الخارجية نركز على ماذا؟ على الفرص والتهديدات طبعا هذا الكلام معاد وما بش داعي نعيده طبعا لكن في نظم المعلومات عندما نحدد الرسالة لابد أن تصف الرؤية الاستراتيجية من مقدرة الشركة في الوصول إلى هدافها طبعا وهي غالبا متمثلة في رسالة المنظمة ونصيق الرسالة وفقا لنظم المعلومات ثم نحدد الهداف مرة ثانية نفس الطريقة التي شرحنا سابقا يعاد الكلام ولكن هنا في نظم المعلومات عندما نضع خطة أو تخطيط استراتيجي مرتبط من نظم المعلومات فإن تحقيق أهداف النظم يتم في ضوء استراتيجية من نظم وأهدافها تحليل وفهم الخطة الاستراتيجية طبعا قبل ما نؤسس نظم معلومات واستراتيجية نظم المعلومات لابد أن نفهم أولا الخطة الاستراتيجية للمنشئة ربط أهداف نظم المعلومات بالأهداف العامة كأننا نواجه التحديات دراسة الهيكل التنظيمي مهم أما الأهداف نظم المعلومات في نكمل تتمثل في الآتي تحسين الاتصال بين مستويات الوظيفة أكيد أنه أي وجود نظم معلومات وحسن هذا ذكرنا وأذكر فيه نظم معلومات واحد هذا الكلام كله يعني كأننا نعيده بس بصيغة أفضل يعني بسيغة أجمل هنا تحسين الاتصال بين المستويات والوظائف المختلفة المجاه تزوير دراسة تصوير ومعاير عن الاحتياج تصور عن الاحتياجات جعل نظم معلومات أكثر ملاءمة واستجابة المتطلبة المستخدمين توفير المعلومات اللازمة ونتقذ القرار بكفاءة وسرعة مناسبة طبعا اتفقنا وعرفنا ما معنى الكفاءة هو يعني قلنا عمل أشياء صحيح بطريقة صحيحة أو قلنا تعريف الكفاءة مرة أخرى والاستقلال أمثل لجميع الموارد سرعة حصول على المعلومات طبعا هذا كله دعم الخطة الاستراتيجية كله من أهداف نظم المعلومات طبعا نحدد نظم المعلومات المطلوبة وأولئة النظام بمعنى أن نحن نشوف كيف تجمع الأفكار والمعلومات لهذا النظام لبناء النظام يعني نحدد الأولويات من العمل الاستراتيجية نستفيد من دراسات الجدوى الجدوى يعني أنه بناء النظام أو عدم بناءه ويمكن لدار العليا دراسة خيارة بدائر التقنية طبعا مش كل مرة يعتقد البعض أنه الحل دائما أني تقريد المعلومات للمختلف المشاكل في أي منظمة لا قد يكون الحل أنه عدم وجود نظم معلومات هل هذا الكلام صحيح يا شباب لا أعتقد يعني هو الآن نظم المعلومات وجود الإدارة الإلكترونية وجود الإدارة التكنولوجية إنما جاءت يعني هي بديل هي بديل أمثل وهي التي تفرض نفسها والواقع يفرض نفسه والاحتياج يفرض نفسه ثم نقدر ما هي النظم يعني ماذا نريد من الموارد من النظم ما هي النماذج المعلومات الذي يعتمد على هداف المتغيرة والمتجددة طبعا لا بد من أن نحدد العناصر ونضم العلومات من حيث طاقتها التشغيلية بتطلباتها أيضا نحدد أيضا ما هي البرمجية الأجهزة والمعدات اللازمة ما هي البرمجيات التي اتفقنا عليه العشر العناصر التي تدرسناهم في نظم معلومات واحد لو تذكروا في نظم معلومات واحد درسناها عشر عناصر لبناء منظومة أو منظمة رقمية أو تكنولوجية أو إدارة أكترونية أو منظمة تكنولوجية وقلنا ما هي لو أذكركم عيدها واحد قلنا الأجزاء المعدات اثنين البرمجيات ثلاثة الشبكات والاتصالات ثم صناع المعرفة الذي هو المورد البشري هذه أربع عناصر اتفقوا عليها كل الكتب وبعدين قمنا بإضافة عنصرين أساسيين وهما نظم المعلومات الذي هو النظم المرتبطة بالوظائف لو تذكروا وفي نظم مرتبطة بالمستويات الأربعة الإدارية هذا الكلام كله نعيده من نظم معلومات واحد أيضا قلنا أن هذه النظم تحتاج إلى قواعد بيانات هذه النظم تحتاج إلى أيش؟ قواعد بيانات وهذه النظم تحتاج أيضا إلى أمن معلومات أصبح لدينا سبع عناصر وبعد انضفنا ايضا ثلاثة عناصر قلنا داعمة او سميناها العناصر الحاسوبية الداعمة وهي قلنا الذكاء الاصطناعي اعتبرنا عنصر تكامل الانظمة مهم وشرحناه وسبق شرحناه وجيبنا لوحة وعلقناها لكم في الجامعة يمكنكم ترجعوا لهذه الرسمة والمهمة وتظل معاكم ثم قلنا ايضا التكامل والذكاء الاصطناعي ولو تذكروني العنصر الثالث اللهم ذكرني لا اله الا محمد رسول الله الذي هو تكامل الانظمة قلنا عنصر مهم ايضا قلنا تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتوعية الحاسوبية رقم ثلاثة التوعية لايه الحاسوبية يعطيكم العافية ثم تكلمنا عن السياسات وتكلمنا عنها سابقا وهي الارشادات العامة التي يجب على المنظمة ان تلتزم بها ثم اخر نقطة في هذا الفصل التكامل هل يمكننا ان نستطيع ان نعمل تكامل شوف كيف عمل التكامل ونحن الذكي ذكرنا انه ضروري التكامل والتكامل اعتبرنا عنصر من العاصر المهمة بين عندنا استراتيجية الاعمال واستراتيجية النظمة المعلومات طبعا قصة التكامل سوف تركز على مجموعة من العناصر او الاسباب ويكون الفصل المبدئي في جهود التقطير استراتيجية الاعمال ومنظمة المعلومات لعدة اسباب واحد أن تحليل كل منه ما يحتاج إلى مدخلات مختلفة. أن التغطير الأعمال ومنظومة المعلومة وجاملتكم مدخلات مختلفة في الشركة يكون في القالة في مستوى تدارية مختلفة في الشركة. تأمين ثقافة مؤسسية تروج للتكامل. إن التكامل بين استراتيجية الأعمال وستراتيجية نظوم المعلومة تنوي كالعديد من الخطوات وصولا إلى اختيار استراتيجية المثلة وتخصيص المواردة اللازمة. إن مفتاح المنافسة الحقيقة ليس في حجم المنظمة ولكن قدرتها على بناء استراتيجية مشاركة أي متكاملة. وجاء طرق أكثر إبداع تقديم المنتج والخدمة. إذ أن من أهم التحديات تدواج منظمات اليوم هي قدرتها على خلق أو توظيف تكامل المنظمات. وهذه الأسئلة حاولوا ترجعوا لها وتحلوها كاملة. إن شاء الله أسئلة الاختبار لن تخرج منها. وفقكم الله ويعطيكم العافية. وبالتالي أنهينا الفصل الثامن الذي هو تخطيط التخطيط الاستراتيجي لنظم المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.